أن بعث صاحب الجلالة الملك محمد نسدس برقية شكر إلى رئيس جمهورية بانما فخمت السيد خسيراولا مولينيو وذلك على إثر القرار الحكيم الذي اتخذته بلاده بخصوص القضية الغطنية الأولى للمملكة واجأ في برقيات جلالة الملك يطيب لي أن أبعث إليكم خالص شكري على إثر القرار الحكيم الذي اتخذه بلدكم الصديق بتاريخ الحادي والعشرين من ومبر الفين واربع وعشرين بقصوص القضية الوطنية الأولى للمملكة المغربية وأضف جلالته أن هذا القرار بلغ دلالة يدعم حقوق المغرب المشروعة وذلك في انسجام مع الشرعية الدولية وتناغم مع الدينامية التي يشهدها العالم حاليا ومما جاء في هذه البرقية أيضا إذ أعرب لكم عن ارتياحي لفتح صفحة جديدة في العلاقات أثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية باناما فإنني أؤكد لكم الإرادة الصديقة التي تحدو المملكة لتقوية روابط الصداقة والتعاون مع باناما في جميع المجالات بما يعود بالنفغ على شعبنا ترجمة نانسي قنقر